اشتركوا في القناة وما وقف به المقام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند في درس في كتاب الجامع في صفة الصلاة من تصنيفي وتأليفي معاليه قال حفظه الله التاسع عشر الذكر بعد الركون فإذا استقر على هذه الصفة قال سبحان ربي العظيم لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية تعظيم الرب جل وعلا في الركوع والجمهور على مشروعية هذا الذكر فيه إلا مالكاً فعنده أنه ليس للركوع ذكر مخصوص والأصل فيه ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وما أخرجه مسلم أيضاً عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم نعم الذكر في الركوع ما يقول المصلي في ركوعه ماذا يقول يقول سبحان ربي العظيم ولا خلافة بين أهل العلم بأن المشروع في الركوع أن يعظم الرب جل وعلا والجمهور على مشروعية هذا الذكر سبحان ربي العظيم وعند مالك أنه ليس للذكر للركوع ليس للركوع ذكر مخصوص وإنما يعظم الرب بألفاظ التعظيم ومالك والجمهور جميعاً يتفقون على أن الذكر في الركوع يكون بتعظيم الله جل وعلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب ولكن الجمهور يعتمدون في تخصيص التعظيم بقول سبحان ربي العظيم بما أخرجه مسلم أيضا من حديث حذيفة حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا الذكر ما حكمه ما حكم الذكر أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله وإنما وقع الخلاف بينهم في حكمه فمذهب الحنابلة أنه واجب من واجبات الصلاة وهو اختيار ابن تيمية وشيخ ابن باز والجمهور على أنه سنة لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته وقد تقدم أن حديث المسيء صلاته لم يستقص الواجبات كلها ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه قط قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإن ظاهره ما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا فإذا دل دليل على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وإذا كان الله عز وجل قد سمَّ الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح كما أنه لما سمَّها قياما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا دل على وجوب القيام وكذلك لما سمَّها قرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر دل على وجوب القرآن فيها ولما سمَّها ركوعا وسجودا في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاظ اللازمة كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاظه اللازمة له فيسمونه رقبة ورأس ووجها ونحو ذلك كما في قوله تعالى فتحرير رقبة ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرا بالصلاة فإن اللفظ حين إذ لا يكون دال على معناه ولا على ما يستلزم معناه انتهى كلامه وتخصيص هذا الذكر في الركوع لأن الركوع فيه انحناء وتذلل والتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم والتسبيح مختص بحال الانخفاض فناسب أن يكون الذكر موضعا للذكر في هذه الحالة قال شيخنا ابن بازر رحمه الله لما كان الركوع حال ذل وخضوع ناسب أن يقول سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم شيء سبحانه وتعالى هو العزيز هو الجبار هو العظيم هو القدوس فناسب في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم تنزيها لربه عن الذل وأنه العزيز الذي لا أعز منه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه نعم وقع الخلاف بين العلماء في حكم التسبيح في الركوع هل هو من الواجبات أو من السنن فجمهور أهل العلم على على أن قول سبحان ربي العظيم أو تعظيم الرب في الركوع سنة والقول الثاني أن تعظيم الرب في الركوع وقول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة وهو مذهب الحنابلة اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ودليل القول الأول قول الجمهور أن قول سبحان ربي العظيم أو تعظيم الرب في الركوع سنة وليس بواجب استدلوا بحديث الرجل المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن يقول في ركوع سبحان ربي العظيم فقالوا لما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس من الواجبات وقد سبق معنا أن الاستدلال بهذا الحديث في بيان ما هو واجب وليس بواجب غير مستقيم لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ما أساء فيه في صلاته فلم يعلمه صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في الصلاة جميعا وإنما علمه في المواطن التي أساء فيها وما لم يسئ فيها لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فربما كان ذلك مما أحسن في صلاته والدليل إذا تدرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وعلى كل حال فإن هذا الحديث حديث الموسيء صلاته بأنه يستدل به في بيان الواجبات وما ليس بواجب غير مستقيم وقد رد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله على من يستدل بذلك فقال اقرى ما قال في الحاشية قال ابن القيم ثلاثة قال ابن القيم رحمه الله حديث الموسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضاً به انتهى كلامه وقال في تهذيب السنن وأما كون النبي لم يعلمه المسيئة في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدلوا لأن المسيئة لم يسيئة في كل جزء من الصلاة نعم وهذا في الرد على من جعل حديثا المسيئة في صلاته دليلاً على نف يعني يجعله دليلاً يستدل به على عدم وجوب الذكر في الركوع فإن الاستدلال بذلك غير مستقيم وعلى هذا فإن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فعظموا فيه الرب هذا أمر والأمر والأمر يقتضي الوجوب والله جل وعلا آمر بتسبيحه آمر بتسبيحه فقال جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وإن كان ذلك يطلق على الصلاة ويراد بالتسبيح هنا الصلاة قبل الغروب وقبل طلوع الشمس كما قال نبي صلى الله عليه وسلم فأن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وقرأ صلى الله عليه وسلم قول ربنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فإن تسمية الصلاة تسبيحا يدل على أن التسبيح فيها واجب أن التسبيح فيها واجب وناسب تعظيم الرب جل وعلا في الركوع لأنه موضع من مواضع الذل لله جل وعلا وأن الله جل وعلا عظيم سبحانه وبحمده منزه جل جلاله عن الذل وعن كل نقص وعيب فكان ذلك من المناسب أن يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم أما كم مرة يقول ذلك في صلاته نعم قال شيخنا حفظه الله وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات وهو قول جمهور أهل العلم فيما نقله عنهم الترمذي فيما نقله عنهم الترمذي وابن عبدالبر وابن رجب وأقله مرة واحدة وأقصاه عشراء قال شيخنا ابن بازر رحمه الله أدنى الكمال ثلاث وإن زاد فهو أفضل خمسا وسبعا وعشرا هو أفضل وللمصلي أن يأتي من الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ركوعه دون أن يجمعها على القاعدة العامة في تنوع العبادات ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أولا ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثانيا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ثالثا ما أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الرابع ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نعم السنة في التسبيح أن يكون بأكثر من مرة فأدنى الكمال ثلاث مرات والواجب مرة واحدة يعني لو لم يقل في ركوعه إلا سبحانه ربي العظيم ثم رفع فركوعه صحيح لأنه جاء بالواجب وإذا زاد على الواحدة فهو أفضل وأدنى الكمال ثلاث مرات وهو قول الجمهور فأقله واحدة وأكثره ليس هناك حد بدليل شرعي على أن لا يزيد على عدد معين لكن الذين نقلوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أن الصحابة لما صلى عمر رضي الله عنهم عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا يذكرني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرقبوا عدد التسبيحات فكان يسبح عشر فقالوا أقصى عشر مرات لكن على كل حال أدنى الكمال ثلاث وإن زاد فهو أفضل خمسا سبعا وإن اقتصر على العشر لما روي في ذلك فإنه قد جاء بالسنة لكن لو زاد على عشر فلا حرج عليه لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وأما الركوب فعظموا فيه الرب ولم ينقل تحديد في عدد وإنما الذي جاء فيما نقله الصحابة من خلال ما صلى بهم عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز وغير ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وآخرون بأنه كان يسبح بعدد عشر تسبيحات في الركوع والسجود ثم أيضا له أن يزيد على قول سبحانه ربي العظيم بأذكار أخرى قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإذا قال هذا هذا من تعظيم الله جل وعلا ومن التسبيح فإذا سبح الله جل وعلا سبحانه ربي العظيم وقال معه سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن ومما ثبت أيضا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى أنا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ومما ثبت أيضا من الأذكار في الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كما عند مسر من حديث علي رضي الله تعالى عنه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومما ثبت أيضا ما أخرجه أصحاب السنن حديث عوف من مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والسنة أن ينوع أن ينوع في هذه الأذكار فمرة يقول هذا ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا على القاعدة العامة في تنويع العبادات نعم قال شيخنا حفظه الله تتمات الأول لأن الجمع الجمع بين هذه الأذكار في موضع واحد قال عنه شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في أن الأذكار التي تأتي بألفاظ متنوعة ورؤية بألفاظ متنوعة فإن الجمع بين تلك الألفاظ في موضع واحد طريقة محدثة يقول شيخ الإسلام من تيمية وأن الأفضل هو أن ينوع ولا يجمع بينها في موضع واحد نعم قال شيخنا حفظه الله تتمات الأول يجوز الدعاء في الركوع خلافا لمالك رحمه الله وهو قول أكثر العلماء منهم البخاري ومنهم البخاري وابن دقيق العيد وابن حجر والشوكاني وشيخنا بن بازر رحمه الله وخصه بالدعاء القليل التابع للثناء والتعظيم ولكن لا يكون هو الغالب في ركوعه وإنما يكون الغالب الثناء على الله وتعظيمه هناك مسائل متعلقة بالركوع أولها هل يجوز الدعاء أثناء الركوع سيأتي أن من مواضع الدعاء السجود كي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الركوع أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فهل يدل ذلك على أن الركوع لا يكون فيه الدعاء هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله فقال لا يجوز الدعاء في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب والقول الثاني أنه يجوز الدعاء خاصة اليسير يعني لا يكثر من الدعاء لكن لو جاء الدعاء القليل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ركوعه كما مر بناء اللهم اغفر لي كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء لكنه دعاء يسير فقالوا وهذا عليه أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم لأنه لا مانع أن يدعو الإنسان في ركوعه ومن قال ذلك الإمام البخاري ومن دقيق العيد ومن حجر والشوكاني وعليه اختيار شيخنا الشيخ عبدالعيز منباز غفر الله له في الدعاء القليل التابع للثناء والتعظيم فلا يكون الدعاء هو الغالب عليه في الركوع وإنما الغالب هو التعظيم لله جل وعلا والثناء عليه لكن لو جاء بدعاء يسير خاصة إذا كان تبعا للثناء فلا حرج استدلالا بما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نعم نعم قال شيخنا حفظه الله الثاني ينهى عن قراءة القرآن في الركوع قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له وتعظيما له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل كما كره أن يقرأ مع الجنازة وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام انتهى كلامه نعم من المسائل المتعلقة بالركوع بما يقال في الركوع أنهي عن قراءة القرآن حال الركوع وهذه مسألة مسألة متفق على كراهتها كراهة القراءة كراهة القراءة للقرآن في الركوع باتفاق باتفاق العلماء أنه ينهى عن ينهى عن قراءة القرآن حال الركوع ولكن وقع النزاع هل إذا قرأ القرآن في ركوعه تبطل الصلاة أم لا كما قال شيخ الإسلام من تيمية تنازع في بطنال الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد والعلة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قراءة القرآن حال الركوع ولأنه ولأنه موضع من مواضع الذل فنهي فيه عن قراءة القرآن تشريفا للقرآن وتعظيما له وتعظيما له كما كره العلماء قراءة القرآن مع الجنازة ولذلك فإن أكثر العلماء على أنه لا يقرأ القرآن مع الجنازة وأيضا في الحمام لأنها ليست مواضع التي يناسب فيها قراءة القرآن وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن قال فيما أخرجه الإمام مسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم وقال نهاني والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا هذه كلها هذه كلها أدل على المنع من قراءة القرآن حال الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله وقد اختلف العلماء في حكم القراءة في السجود على قولين القول الأول يحرم قراءة القرآن في الركوع وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية وهو اختيار ابن حزم والشوكاني والصنعاني القول الثاني يكره قراءة القرآن في الركوع وهو قول المالكية والحنابلة والأصح والأصح عند الشافعية واستدلوا جميعا بما أخرجه مسلم من حديث علي بن عبي طالب عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم وبما أخرجه مسلم أيضا من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا قال ابن رجب رحمه الله وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود ومنهم من حكاه إجماعًا وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه فيه اختلافٌ وحكى ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يجوز ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروه وهل تبطل به الصلاة أو لا فيه وجهان لأصحابنا والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك وللشافعية وجه إن قرأ بالفاتحة خاصة بطلة لأنه نقل ركناً إلى غير موضعه انتهى كلامه اختلف العلماء في قراءة القرآن حال الركوعي أو السجود لكننا الآن في حال الركوع فالقول الأول يحرم وهو مذهب الحنفية وقول الشافعية واختيار بن حزم والشوكاني والصنعاني بأنه على وجه التحريم وأيضاً ذهب جماعة من أهل العلم على أنه أيضاً منهي عنه لكن على وجه التنزيه يعني كراهة وليس تحريماً فهم متفقون جميعاً على النهي لكن هذا النهي للكراهة أو للتحريم هذا موضع الخلاف فالذين أخذوا بظاهر النصوص كالحنفية وابن حزم من الظاهرية وهو أيضاً قول الشافعية وعليه بعض أهل العلم بأنه للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ولأن علي رضي الله تعالى عنه لأن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع السجد ولا أقول نهاكم وقوله ولا أقول نهاكم يعني أنقل لكم ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهاني فأنا أنقل لكم ذلك بما سمعته لا يعني هذا أنه نهاه وحده ولا ينقل هذا لغيره وإنما أراد الالتزام بما سمعه وليس فيه المنع من أنه إذا نهاه فإنه نهي عن ذلك لغيره وعلى كل حال فإن النهي محل اتفاق والخلاف هل هو للتنزيه أو للتحريم والإجماع منعقد عند ابن عبدالبر على أنه لا يجوز ولكن هذا للكراهة أو للتحريم هو محل النزاع فعلى المسلم أن يتجنب ذلك حتى وصل بالحال عند بعض أهل العلم في هل تبطل الصلاة بذلك أو لا وابن عبدالبر نقل عن المالكية أنهم على خلاف في إبطال الصلاة بالقراءة للقرآن في حال الركوع فقال الأكثرون من أصحاب المالكية من أصحاب ابن عبدالبر وهم المالكية على أنها لا تبطل بذلك قالوا ولكن للشافعية وجه إن قرأ بالفاتحة خاصة في الركوع أنها تبطل لأنه نقل الركن ركن قراءة الفاتحة الذي يكون حال القيام نقله إلى غير موضعه وهو الركوع على كل حال فإن النهي متفق عليه ولكن هل هو للتحريم أو للكراهة محل خلاف وعلى المسلم أن يتجنب ذلك فإن قراءة القرآن ليست في حال الركوع ولا السجود نعم قال شيخنا حفظه الله العشرون الرفع من الركوع ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فيكون رفعه متزامنا مع لفظ الذكر ورفع يديه والرفع من الركوع قائما ركن من أركان الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما قال الشوكاني رحمه الله وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة وأن كل ما هو مذكور فيه واجب وقول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة ثم يرفع رأسه قائلا يعني من الركوع سمع الله لمن حمده هذا يطلق عليه العلماء التسميع يقول سمع الله لمن حمده هذا ذكر الانتقال هذا ذكر الانتقال من الركوع إلى القيام الرفع من الركوع إلى الاعتدال قائما ذكر هذا الانتقال هو التسميع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مع التسميع فإن هذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين فقد تقدم معنا أن رفع اليدين يكون في مواضع أربعة موضع الأول تكبيرة الإحرام الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام من التشاهد الأول فإذا قام من الركوع اعتدل قائما وهو في أثناء الانتقال يرفع يديه عند الاعتدال وهو يقول بعد أن بدأ بالتسميع سمع الله لمن حمده فيرفع يديه حال القيام فيكون رفعه متزامنا مع لفظ الذكر ورفع يديه وهذا الذكر هذا الذكر الذي يقوله عند الرفع سمع الله لمن حمده ما حكمه أما الاعتدال يعني يرفع من الركوع هذا ركن هذا ركن من أركان الصلاة لابد أن يعتدل قائما يقولون بسم الله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا ركن لو ما اعتدل يعني لو أنه من ركوعه سجد ولم يعتدل قائما قتلت صلاته ولا يتصح الصلاة بدونه فالاعتدال من الركوع الرفع من الركوع والاعتدال من هذا ركن لكن الذكر هذا وهو التسميع سمع الله لمن حمده ما حكمه نعم قال شيخنا حفظه الله وقول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة للإمام والمنفرد وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخنا بن باز رحمه الله فإن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقول حين الرفع عنه سمع الله لمن حمده وهو شعار الرفع من الركوع كالتكبير بين الأركان أخرج الشيخان أخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن التسميع سنة من سنن الصلاة واستدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد تكرر الإجابة عن هذا في أكثر من موطن على أنه قد جاء في إحدى روايات المسيء صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم معلمه هذا الذكر فقال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما نعم حكم قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهو اختيار شيخنا أيضا الشيخ من بازر رحمه الله وذلك لأن كل من نقل صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقول حين الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده فكل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده مداومة النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره ومحافظته على هذا الذكر في كل صلاة ومع كل اعتدال من الركوع دال على وجوب هذا الأمر وهو شعار الرفع من الركوع كالتكبير بين الأركان هذا ذكر الانتقال وكما قلنا في قول الله أكبر عندما يريد الركوع نقول هنا هو ذكر الانتقال والبراء بن عازف رضي الله عنه قال كان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده كان إذا قال ذلك لم يحني أحد منا ظهره يعني اعتدلوا قائمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو ذكر هذا الموضع فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا مما يستدل به القائلون بوجوب التسميع عند الرفع من الركوع القول الثاني قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية هو قول عند أيضا قول أو رواية عند الحنابلة أن التسميع سنة واستدلوا كما ذكرنا آنفا بحديث المسيء في صلاته فإنه لم يذكر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد بيّن كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام أبن القيم في الرد على من يستدل بحديث المسيء في صلاته في أنه بيان للواجبات والأركان وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما أسأى فيه في صلاته على أنه أيضا جاء عند أبي داود في إحدى روايات المسيء في صلاته أن نبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر قال ثم يقول سأمع الله لمن حميده حتى يستوي قائما نعم قال شيخنا حفظه الله الواحد والعشرون التحميد فإذا اعتدل قائما أتى بالتحميد أي فإذا اعتدل واستتم قائما بحيث يعود كل فقار من فقار ظهره إلى مكانه كما قال أبو حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وكما قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما عند ذلك يقول الإمام والمنفرد ربنا لك الحمد والرفع من الركوع ليس فيه تكبير وإنما هو التحميد بالإجماع نعم إذا قال سمع الله لمن حمده وكان إماما أو منفرد أو أنه مأموم وقال إمامه قال إمامه سمع الله لمن حمده شرع له كما شرع كما يشرع للإمام والمنفرد بعد التسميع أن يقول ربنا ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد فإن أبا حميد رضي الله تعالى عنه لما نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه قال وكان إذا تقول عائشة وكما قالت عائشة إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة عند ذلك يقول الإمام والمنفرد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد وهذا التحميد هذا التحميد يكون للإمام والمنفرد والمأموم بعد أن يقول إمام بعد أن يقول إمام سمع الله لمن حمد نعم قال شيخنا حفظه الله والرفع من الركوع ليس فيه تكبير وإنما هو التحميد بالإجماع وقول ربنا لك الحمد جاء فيه أربع صيق كلها صحيحة الأولى ربنا ولك الحمد الثانية ربنا لك الحمد الثالثة اللهم ربنا لك الحمد الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد وله أن يزيد على التحميد بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل نالك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كالجد والصحيح أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فإنه لا يسمع وهو قول الجمهور واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحم فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع فالتكبير فيه موافقة لقول الإمام بينما في التسميع جاء بذكر آخر فمعنى الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده لك الحم بدليل سياق الحديث نعم قد وردت سياق التحميد بألفاظ عدة على أربع سياق الأولى ربنا لك الحم والثانية إضافة الواو ربنا ولك الحم والصيغة الثالثة ربنا اللهم ربنا لك الحم يضيف اللهم فالأولى ربنا لك الحم والثانية ربنا ولك الحم والثالثة اللهم ربنا لك الحم والرابع يضيف الواو اللهم ربنا ولك الحم كل هذه الألفاظ وردت في أحاديث صحيحة وابن القيم رحمه الله في الجمع بين اللهم والواو أنكرها ولعله ذهل عن هذه الرواية التي أخرجها البخاري أخرج البخاري هذه اللفظة اللهم ربنا ولك الحمد فهذه العلفاظ الأربع هذه العلفاظ الأربع الأربع قد وردت في أحاديث صحيحة فهو ينوع مرة يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد وإن اقتصر على نفظ واحد فلا حرج وإن نوع فهو أفضل وله أيضا أن يزيد على التحميد يقول ربنا لك الحمد ثم يقول كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لمانع لما أعطيت ولم أعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والتسميع سمع الله لمن حمد كما قلنا هو للإمام والمنفرد أما المأموم فإنه لا يسمع وإنما يقول ربنا لك الحمد أو بالصيغة التي ذكرنا قال شيخنا حفظه الله ويسن للمصلي تطويل هذا الركن بالذكر خلافاً للمالكية والشافعية وقد جاءت الأحاديث صريحة في إطالته صلى الله عليه وسلم ويسن للمصلي تطويل هذا الركن بالذكر خلافاً للمالكية والشافعية وقد جاءت الأحاديث صريحة في إطالته صلى الله عليه وسلم الوقوف بعد الركوع ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء وما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم قال ابن حجر رحمه الله واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سي ما قوله في حديث أنس حتى يقول القائل قد نسي وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم انتهى كلامه وبمثل ذلك قال النووي رحمه الله نعم يسن للمصلي تطويل الذكر في هذا المقام مقام الاعتدال من الركوع بعد أن يعتدل من الركوع ويقول سمع الله من من حميده ربنا لك الحمد يحمد الله جل وعلا بمحامده ويطيل خلافاً للمالكية والشافعية الذين لا يرون الإطالة في هذا الموضع وهذا خلاف للسنة خلاف السنة قد نرى كثيراً من الناس ربما لا يطيلون في هذا الموضع تجده منذ أن يعتدل قسمع الله لمن حميده ربنا لك الحمد يهوي للسجود والسنة خلاف ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حميده قام حتى نقول قد أوهم يعني أطال إطالة حتى نظن أنه قد وهم أنه في قيام الصلاة للقراءة لا في الاعتدال من الركوع ولذلك جاء هذا الحديث وأيضاً بحديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل يقوم حتى يقول القائل قد نسي إذا اعتدل من الركوع يقوم قياماً طويلاً هذه هي السنة السنة التطوير في حال بعد الاعتدال بعد القيام من الركوع والاعتدال أن يطيل والذكر في هذا هو تسبيح الله جل وعلا وتنزيه وكما جاء ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما تحب ربنا وترضى إلى غير ذلك نعم قال شيخنا حفظه الله الثاني والعشرون قبض اليدين بعد الركوع ويقبض يديه كقبضه ما حال قيامه لعموم قول سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس أمرون أن يضع الرجل يده ليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال شيخنا بن بازر رحمه الله ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلاً أخبر الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل وهاء إلى أن قال وهذه هي السنة فهذه هي السنة وهذه هي السنة فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة بل ينبغي لطالب العلم أن يعلم السنة لإخوانه من دون أن يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبين غيره ممن أرسل العداوة والشحناء لأنها سنة نافلة انتهى كلامه رحمه الله وممن سهل في هذا الموطن الإمام أحمد رحمه الله فإن منصوصه أن المصلي بالخيار إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله قلت من نظر إلى عموم الأدلة الواردة في القب وأنها لم تفرق بين قبل الركوع وما بعده قال بمشروعية القبض قبل الركوع وبعده ومن لم يلتفت إلى هذا العموم وجعل هذا القيام منفصلاً على القيام قبل الركوع ويرى أنه اعتدال من الركوع ولم يجد نصاً فيه قال بعدم مشروعيته قال ابن حزم رحمه الله ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها نعم كيف يضع يديه عند الاعتدال من الركوع في هذا القيام هل هو تبع للقيام قبل الركوع فيكون ما جاء في الأحاديث بمشروعية وضع اليمين على الشمال حال القيام يشمل ذلك وأن الاعتدال من الركوع هو قيام فكل ما ورد في بيان أن المشروع وضع اليمين على الشمال حال القيام يكون قبل الركوع يكون بعد الركوع فقال بمشروعية أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى بعد اعتداله من الركوع كما كان يضعها قبل الركوع وهذا هو الأقرب والأقوى وقال جماعة إن القيام إنما هو قبل الركوع وما بعد الركوع والاعتدال من الركوع ليس يشمله مسمى القيام فقالوا بإرسال اليدين لأنه لم يثبت عندهم أن هذا القبض لليدين يكون بعد الركوع كما كان قبل الركوع والمسألة سهلة وقد سهل في هذا الموطن الإمام أحمد فإن منصوصه أن المصلي بالخيار إن شاء أرسل وإن شاء وضع يمينه على شماله فالمسألة المسألة هينة لكن الأقرب والله أعلم أن يقبض أن يقبض يده الشمال باليمنى كحاله قبل الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله الثالث والعشرون السجود ثم يخر ساجدا دون أن يرفع يديه السجود في اللغة الإنحناء والخضوع والخشوع والذل ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أخرج البخاري عن بن عمى رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكيبي وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحم ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ثم بعد أن يعتدل من الركوع ويذكر الذكر الذي ذكرنا ويطيل اتباعا للسنة يخر ساجدا دون أن يرفع يديه ليس هناك رفع لليديه حال السجود وهذا السجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أنه يسجد ولا يرفع يديه لعلنا نقف عند مسائل تتعلق السجود في درس الغد إن شاء الله صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين